صحتي في ماكلتي مستمعينا مستمعتنا ومع انخفاض درجة الحرارة وكذلك خاصة فصل الشتاء الجسم دينات يكون محتاج للمشروبات دافئة مشروبات اللي ممكن تحمينا من برد الشتاء وكذلك تقوي المناعة دينا لهذا اليوم فقرة التغذية معنا الدكتورة مريم الوهلي المختصة في التغذية والحمية واللي عادت قدم لنا أصائح وإرشادات كذلك بخصوص الأعشاب المهدئة في فصل الشتاء النو سهلا بك دكتورة ومرحبا بك معنا محمد خيلا لهذا صباح من نوش خبارك سريحة لبس اللهم لكم الحمد بارك الله وصيبكم على خير الحمد لله اليوم واقعنا جعل الناس يعني غير يكونوا محتمين بهذا النوات الأعشاب لأن الأعشاب منذ سنين يعني ألاف سنين ولكن كلها صبح الله عشباه عندها فائدة جلحة وعندها احتياطات وإرشادات لخسارة دولها البال وكان بعض الأ شخص يمكن أن يسنولوا ولا ياخدوا هات الأعشاب بصفة نهائية وليومة يعني غدي نعطيه يعني الفوائل ديالهم خصوصة لتهديئة الأعصاب لأن كيما جزي كان الأعشاب لعندها علاقة بلبرد وكان الأعشاب لعندها علاقة بتهديئة الأعصاب وكان كذلك أعشاب لعندها علاقة بالجهاز المهدمي وذوق يعني نقوله الخصائص متعددة وليومة غدي نهضروه على تهديئة الأعصاب بصبكم أننا كنا مسترسين كنا مع السبب خاصنا شبيا نتقول أعصاب في هذه الفترة هذه. نحن نتلكم اليوم بعض الأعشاب اللي متواجدة في المغرب ما بريتش ندخل يعني في أعشاب أخرى اللي ما عدمش متواجدة ولا ما تعطاش المستمع الكريم. لك أول عشاب غاد بكلم عليها هي البابونج. البابونج. أظن أن البابونج كل شيء عرفه. وتوفر في الأسواق كيف ما شرتي؟ خصوصا في الأسواق واللي معروف في البابونج أكثر يعني في المغرب هو أنه تستمس جميل أكثر وإنما ما تنشربوش بالذات يعني. ما تنشربوش بالذات. دوك أول دور دالو ودور اللي تريح الجسم. الناس يتيح صبراتهم بأن مرى واحد اليوم شاق. حاطين واحد القلق واحد. يكونوا أعصاب شوية يعني معصبيت. سنطلب منهم أنهم يأخذوا البابونج أفضل. يعني تشدوا يعني هذه كوريدات على البابونج. يقبأ لهم الماء طيب وتغطيهم. ولأننا خاصة نعرفوا بأن الأعشاب فيها كذلك تزيوت طيارة. يعني فوائد على الجسم. نحن نخليوا ذلك البرد يعني الفتور والذلك الإنة اللي تنجروا في هذه الأعشاب فتوحة. دوك تنفقدوا واحد كوية ترقيمة غذائية ديال هاد الأعشاب. دوك أن البابونج خاصوا بغيمو يتكبأ للماء طيب. ما الأحسن ما يتكبخش. داكو. وواحد دي منوت بما يعني تتلق في ذلك المسخون. ونكون ساد بالي. ونقدر أن ننس نوروه ولا نشربو. قالوا البابونج مشيغي يعني مريح للأعصاب. حتى تيقض النوم. يعني الناس الذات للناس كعندوهم يعني الطرف النوم. دوك مزيان. لنأخذوهم مع هذه كربعة تلاشية. ولكن كنوا وقفنا شرب آتي والقهوة. فقريبا في الصباح. مورا نقولوا اثناش. الناس لأنهم الطرف النوم مخصمش يأخذوها المنبيهات. ويعودوها بهذه الأعشاب اللي حيثنا تنهضروا عليها دابا. ولكن من بينهم بابونج يبغيمو يعني تيقض النوم يعني محترف به من طرف الطرف العالمية. وده وديه دراسات كثيرة. كذلك الناس عندهم أعلام تلحون جوارة ليمون دوكورج. الناس طبا مع البارد وشدة البرد. كتيس يعني. يعني. يعني بحالة جرحات ليوم رحل جوارة. مديين البابونج لها. لدولار دينا غير. يعني الدورة الشهرية. مديين أن المرأة يعني تستعمل ببابونج كذلك. والناس عندهم صروق ولا نقولوا البشرة ديناهم لأننا في البرد كذلك البشرة تتكون بحالة إيريتة. نتقل نحقوها. تتكون ناشفة إلى غير ذلك. ندروه في هذا كل الباولة. يعني نفتح موبيل. رائع جدا. نعم جدا. كما شرطي دكتورا. مهم الجسم دينا خاصة في الشتاء. ولكن دائما. كثيرا. كما قال كيميا دي الاستهلاك. سؤال كيف ترحوه العديد من المستمعين في الأدهان ديالهم. فشحل من مرة ممكن شربوا البابونج في الأسبوع وما يقترش علينا سلبا دكتورا. ممكن شربوا يوميا. ما غيرترش عليها إلا شربتوه يوميا. كمية الحدودة معلقة كبيرة في الماء بغالي. ولكن غنخليه. يعني سيطلق عاد نشربوه. بوكافي جدا. ما عندي تشي مشكيل وغير نشربوه يوميا. ولكن كان بعض الأشخاص اللي خاصهم يتفادوا البابونج. هو اللي غيرتين ندكور دابا. لأن البابونج نقولوه كأتايا. يعني أتايا نشربوه يوميا. ما تترى لن يحتشي حاجة. النفس الشيء بالنسبة للبابونج. غير الكميات خاصة تكون كمية معقولة. معلقة كبيرة ما نفوتها. شنكبالها. ما نطيبوه نشربها. يعني فقط في يوم. نعم. قالوا الناس اللي دايكون سيئين ما ينبكاش لهم ياخدوا البابونج. نعم. وكان نشوف بعض الأشخاص اللي غنذكرهم يشربوه مع الأسف. قالوا المرأة الحابيل منو عليها البابونج. نعم. وكذلك الأشخاص اللي عندهم حساسيات. وخصة خطرة. نقولوه الربيع. كنت توربا حساسيات على البولان. يعني. على هذوك. نقولوه ذك الوردة. إما الوردة على الزيتون. إما الوردة. يقوم بشهر مرض. ذك هذو أشخاص اللي تعرفون عنهم رغجي. ولا حتى لازم الضيقة منو عليهم البابونج. مهم. كلمتكي. نعم. واضح. نعم. واضح. هذا هو ما الأشخاص ممنوع. أما الأشخاص الأخرين ممكن حتى الأطفال ممكن أننا نشربوهم شوية. ولكن ما يكونش تفيل أقل من ثلاث سنين. نعم المقلم الثلاث يعني ثلاث سنوات. ما مسموحش ليشرب هذو الأعشاب اللي غنذكروا ديبا. ولكن كلمين مثلا. أشياء اللي ممكن أن نجروها بحل حبت حلاو النفع ممكن صغير ياخدوها كذلك الولدة ممكن أنها ياخدوها يعني أصفال اللي يكونوا باقين صغير ردع ممكن أن نعطيهم لهم ولكن كميات محدودة على حساب يعني مدامة صحة العالمية أما هذه الأشياء اللي غير مسموح للأطفال اللي قدمت لذات سنواته الأشياء الثانية اللي بتنضرع لها هي الحبق الباضيك الحبق هو اللي كي يزرعوه بزاف ديال الناس في المحبقة صغير في الدار ديالهم وبينهم سميرة اللي معانا في الهندسة الإداعية وكي نحيوها مره منك تجيب نكويز ديال الآتي بالحبق آيه آي آي عزبتن اللي احبقي لأصلاف اللي سندخل المتعرف في طبق ونستعمله كتزان يعني كأنت يمكن أن شربه وحال آياتي هل إطلاق أول حاجة يمكننا مقه الجسم من السموم مثلا وكنا شي حاجة يعني من الدماء ولا يعني كنا في شي عراضة وكنا في الماكلة يجب أن ينقل الجسم من السموم يريح الجسم ويطلع الجهاز المناعي يجب أن يقوي المناعة يطلع الجسم من الداخل حيث سنقل المناعة يتم تلك المناس التي تقوم بحانورية فيها تلك المناعة يمكن أن نطلعه في الليل تلك المناعة كبيرا يمكن أن نستجده في الليل ويمكن أن ندخل به بعض الأطباق يمكن أن نجد ذلك هذا العباق ولا الحبق ممتاز جداً. غير هو خاصة نعرفه بأنه تيقاد لنا يعني لكلنا شي حاجة حلوة وشربنا مورا الحبقرة تيقاد لنا مستوى السكار العالي جداً. طونك ما غير منصوح به الأشخاص التي يأخذوا لدابي تيك مرقى السكري وتيأخذوا الدواء غير منصوح به. داكور. ولكن الأشخاص الأخرين اللي مثلا نقولوا دابي تيك يعني مرة مرة تتألهم سكار ممكن أنهم يأخذوا كويس ولكن باعتدال لأنه يقدر يغبط لهم مستوى السكار العالي جداً. وتتويني عندوني كوكليسيمي ماشي الليباكليسيمي. وكذلك بعض الدراسات اللي قاتل بأنه تيبوط على ممواري يعني تيقوية دادية. داكرة. لك الناس اللي بدأت نقولوا مرة مرة يرجعون هذا الحبق لأنه ممتاز جداً. ممكن استعملوا خطيار ممكن استعملوا كأتي ممكن كذلك ممتاز جداً. معاكم. معاكم. معاكم للجو. العشبات الثالثة اللي بتندكر اللي ممكن أطفال يأخذواها هي الويدا. وصالوا بأنهم بزات من استيعرفوا. الويدا وكيعتوها الويدا سمسيكونوا صغر. صغيرين غياما خاصناش نكترو منها بزاف. بزاف لها دردع. لأن نحط هي عندها واحد بي فيما مزيانش داكو. ذوك الويدا هي مهدئة تتقد النوم. بالنسبة لتتقل كذلك الشيخوخة الخلايا. ذوك الناس اللي بغين يبقوا شباب ممكن أنهم يأخذوا واحد بي في طويس. يعني كويس ساعتين تعليويدا وكدر. لأن اللي ممكن نخلطوها مع الشيء. هذا الخطأ تدره بزاف لناس. لأن الشيء عنده فوائد. داكو. وممكن أنا ندره مع الزعتران. ممكن ندره مع أشياء أخرى. ولكن الأسياء المغربي ممكن نخلطوه مع هذه الأعشاب التي كان مع هذه الأعشاب. لأن الفوائد ديالا هي أنها مهدئة. وآتي أولى الشيء المغربي ماشي مهدئة. بالعكس فمتي يعني في طيق إلى غاية ذلك. دوك ما تليقش لنا أننا الميلانجة وهذه الأشياء. إما غادي ندروها ببحدة على الأعشاب. إما نشربوا آتي ببحدة. نعم وبالي سواء السكار واش يستحب أننا ندروا السكار معها. متل هذه الأعشاب ولا ما الأفضل نتدوقها كما هي. لا ما الأفضل. ما الأفضل. لأنها هي مهدئة وثكار رامونا شكرا. مثل ناخدو أي شيء في السكار. أقصى النظر نتحبقه. نحن لأنها مناشفة إنو الحرقو. كما لنا كنا قلت أنت تطلعنا يعني اللي تطلع لنا مستوى السكار في الدم. وده غير مستحب للجسم. وتيزيد على الصب الجسم. ولا تنزيد من القلق للجسم. لك أنه يستحب أنه. لكن كن كن زرف الناس يوكلها من قدرش مشربوه. مره 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 ممكن أنني ناخدوه. كيلي تستعمل للحرق ما عندي حتش مشكلة ليح. أتنسيون لك. للحرق ممكناش نتبخو مع هذه الأشياء. لأن هذه الأشياء كلها ساخنة. إلا مشي نتبرنا لك. للحرق أشياء ساخنة. قاعد لزنزيم الفوائز جال وتيمشوا مع السحونية مع الحرارة. لك حالة تنكبول ما فرمنا. لو كنوكي أن نستخدم لأسل بطريقة أخرى. نكودوك المعالقة بوحدها يستحب. ولكن اللي ما علي علي ممكن أنه هو يدير واحد ما يلقاه صغير ورا ثلاث. ليس مشكلة. العلم. الناس اللي غير مستحب أنهم يأخذوا الويضاء. الناس اللي عندهم القصور الكلوي. داكو. والأمراض على المثالك البولية. وحتى العيالات اللي تكونوا حاملات. داكو. وتنشوفوا بأن العيالات حاملات يستهدكوا الويضاء. الوكوية ما خساس تستهدك لأنه تطلع من مستوى الأستروجيل في الدم. وفي هذيك القصور الكلوي. وكذلك أمراض المثالك البولية. العشبة الثالثة. الرابعة سوف تنظم بأن المغاربة التي ستعرفها. تسمى بلغة ترانسية. أولا زهرة العلام. زهرة العلام. زهرة العلام. مش واحدة الوريدة تكون يبصى. هي متوفر عندنا في المغرب ولكن ما نشوفها بكثرة دكتورنا. ما تنشوفها وما تنستهلكوها بكثرة. الوكوية رائعة جدا. هي نقول واحد يعني مضاد للقلق طبيعي. لكن هذي مضاد للقلق طبيعي جدا ممتازة. هي عشبات تكون مريضة ديالها سففرة. وتنقدرون القوهية بسا حتى هي ممكن أن نستهلكوها عند العشاب. رات يعرفها العشابات كامل في المغرب غاد يعرفوا زهرة العلام. او للا باتي فلور. غايقون عافي نحسب باللغة الفرنسية. هي فيها واحد الجوزيئات يعني الخاصية ديالها من غير هذه الجوزيئات كلا نستحتاج من انتاج الزهندوقين.ทلين هو واحد الجوزيئات الي تفرحنا. بينما ينتج هذا الدمارure عاصفه عديدة يعنيSlut overwhelming. وماتزسها تكون هذي آندوفين من اكدب هذه الجوزيئات اتقل وفل انتاج ديالهوم ببこの انتاج ديالهم ممتازة جداً، وهو خاصنا ما ناخدوهاش بزاف لأن تيقدرين قلب ضد ديالها دوك للعشاب غادي يعرفي تيقول لكم الكمية ممكن أن ناخدها جوش المراد حتى ثلاثة مراد في الأسبوع ما عندي حتى شي مشكل، نكهة الهزوينة نكهة الهزوينة، يعني ما فيه أغير ما نكتروش منها العشاب كل ما مخصناش نكترو منهم، داكو؟ يعني الكنسانتخاشون غيري شوية رهن فائدة نستفدو منا نكهة غريبة شخصي له دinhoً، يعني أغير بأ Rolex نكهة كراً هو الأمراض وإنما ينقر الألم تعرفها كيجدًا، نكهة نكهة رائعة نكهة 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 من جلال بعدان�anner وستغرئو مخصصي نكهة ويع Lond第一، تحيد الدخين على الإلكول ممكور مستعملوها كذلك؟ نكهة ممكور مستعملوها لأنها تتاعد م beast ستناقر Bapt All I take هي مهدئة وانكسيوليتيك وكذلك يعني ماشي مهدئة يعني نقول اسبحية وإنما تتمشي فراما بتحفيز إنتاج للاندوفين يعني مل باخل دي ماردنا مهم جدا إذن دكتورة صراحة الحديث معك شيق ومفيد اليوم تكلمنا على البابونج على الحباق على اللويزا وكذلك ظهرت العلامة التي تنصحكم دكتورة تستعملهم خاصة في فصل الشتاء لأنها أعشاب مهدئة وكتنفع الجسم دينا شكرا لك دكتورة على كل هذه الإرشادات وكذلك بحول الله تكملوا هذه النصائح رفقة زميلة جيهان مينال كل مستمعنا ومستمعتنا ومباشرة المستمعنا ومستمعتنا نمشي للفقرة المتحدة